تسود أنحاء من الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسط تسجيل لدرجات الحرارة منخفضة وأمطار شهدتها بعض المدن منها القاهرة الكبرى منذ يومين للمزيد ينضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصرية من مقر هيئة الأرصاد الجوية أحمد هل لك أن تطلعنا على الجزيد في حالة التقس من مقر هيئة الأرصاد الجوية؟ إليك نعم رهام تحية لك من مقر هيئة الأرصاد الجوية حيث يسود الجو والتقس في الثمين والأربعين ساعة حالة من الاستقرار النسبي وتحسن في الأحوال الجوية بعد يوم ممطر شهدنا يوم أمس وقبل أمس وللمزيد من التفاصيل عن الأحوال الجوية يسعدنا أن نرحب بضيفنا هنا في هيئة الأرصاد الجوية دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهئة الأرصاد الجوية دكتور محمود أهلا بحضرتك وحدثنا عن تحسن الأحوال الجوية بعد يوم ممطر شهدنا أمس أهلا بحضرتك وكل مشاهدي القناة الأولى المصرية بالفعل بنشهد منذ ساعات صباح اليوم استقرار في الأحوال الجوية على أغلب مناطق الجمهورية بعدما شهدنا على مدار 48 ساعة ماضية أجواء كانت ممطرة بغزارة على السواحل الشمالية امتدت أيضا رعضية إلى مناطق من القاهرة مساء الأحد كانت بسبب منخفة جوي متعمق في الطبقات العليا للهواء لكن بداية من اليوم ومع تحرك هذا المنخفة الجوي أكثر إلى خارج الأراضي المصرية وسيطرت مرتفع جوي على الأجواء بدأ استقرار في الأحوال الجوية ومع كميات الرطوبة المتوفرة في الهواء لاحظنا خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم تكون الشبورة المائية التي كانت ظاهرة بوضوح وكانت كسيفة على بعض الطرق والمناطق الموجودة في نطاق القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد ومدن القناة مع تقدم ساعات نهار اليوم بدأنا نحس بحالة من الدفئة أكثر بعدما شهدنا انخفاض في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية وصلت درجة الحرارة العظمى الآن إلى 19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى بعدما سجلت 18 درجة مئوية بالأمس هذه الحالة الجوية المستقرة معها فقط فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من سواحلنا الشمالية كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية التي يتم استقبالها هنا داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية توضح تكاثر لبعض الصحب المتفرقة على مناطق من سواحلنا الشمالية الغربية المتوقع الآن أن يتساقط معها أمطار ما بين الخفيفة هي خفيفة بالفعل ربما تتوسط في بعض الأحيان على مناطق من سواحلنا الشمالية هذه الحالة شبه مستقرة متوقع أن تستمر معنا حتى يوم الغد الأربعاء ولكن مع مساء الأربعاء وبدايات الخميس بتشير الخرائط إلى بداية وجود منخافة جو آخر يبدأ في الدخول إلى الأراضي المصرية من الجانب الشمالي الغربي متوقع أن يكون معه أمطار على نهاية الأسبوع دكتور محمود إلى متى سوف تستمر هذه الشبورة المائية وهل سوف نشهد أيام ممترة كما شاهدناها في الثامنة والأربعين ساعة الماضية بالنسبة للشبورة المائية هي بالفعل بتكون سمة من سمات أيام الاستقرار في الأحوال الجوية وزي ما ذكرت لحضرتك اليوم وغدا استقرار في الأحوال الجوية على أغلب مناطق الجمهورية وبالتالي مستمر معنا غدا في صباح الأربعاء شبورة مائية قد تكون كسيفة على بعض المناطق الداخلية من الجمهورية زي محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال ووسط الصعيد وكذلك وسط سيناء لكن بدخول يوم الخميس القادم هناك منخفض جوي يستمر في الدخول إلى داخل الحدود الشمالية الغربية للجمهورية متوقع أن يؤثر علينا يوم الخميس القادم بأمطار تكون متوسطة ورعضية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية الجمهورية تحديدا عند محافظات الأسكندرية ومطروح مع تقدم ساعات الوقت يتحرك هذا المنخفض الجوي أكثر إلى داخل أراضي المصرية وإلى جهة الساحل الشمالي الشرقي وبالتالي على نهاية الإسبوع متوقع أن تصل الأمطار إلى مناطق من محافظات الوجه البحري وكذلك بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى تستمر هذه الحالة الجوية الغير مستقرة على السواحل الشمالية الغربية للجمهورية وتمتد إلى السواحل الشمالية للجمهورية ومحافظات الوجه البحري حتى نهاية الإسبوع الحالي وكذلك بدايات الإسبوع المقبل بإذن الله دكتور محمود هل هذه الأمطار سوف تصاحبها مزيد من انخفاض في درجات الحرارة وبالتالي على المواطنين ارتداء مزيد من الملابس الشتوية والدافئة ومازعا أيضا سرعة الرياح وحالة البحر الأحمر المتوسط بالنسبة لدرجات الحرارة مع هذه الأيام التي نشهادها حاليا اليوم وغدا ومع حالة الاستقرار في الأحوال الجوية ارتفع درجات الحرارة اليوم فعلا بمعدل درجة إلى درجتين عن درجات الحرارة التي تم تسجيلها بالأمس اليوم نسجل درجة حرارة 19 درجة مئوية بعدما سجلنا 18 درجة مئوية بالأمس بيستمر هذه الأوضاع ودرجات الحرارة هذه حتى نهاية الإسبوع الحالي وبداية الإسبوع المقبل أيضا لكن تأثير هذا المنخفض الجوي المتوقع تأثيره بالمقام الأول على الأمطار مع هذه الأمطار متوقع أن يكون هناك نشاط لرياح على الجزء الشمالي الغربي من الجمهورية يمتد هذا النشاط إلى مناطق من محافظات الدلتة والقاهرة الكبرى نشاط الرياح بواجه عام خلال هذه الأيام بيعطينا مزيد من الإحساس ببرودة الطقس فلو سجلت درجات الحرارة 19 درجة مئوية على القاهرة على سبيل المثال فمتوقع أن يشعر بها المواطن وكأنها 17 و18 درجة مئوية أيضا نشاط الرياح لما بيكون على مسطح البحر المتوسط هذا بيؤدي إلى بعض الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج فمتوقع على نهاية الإسبوع مع هذه الحالة الجوية المضطربة أن نشهد اضطراب نسبي على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج هناك إلى حوالي ثلاثة أمطار على نهاية الإسبوع لكن مع درجات الحرارة التي تعتبر حول المعدلات أو أعلى من المعدلات قليلا خلال ساعات النهار نلاحظ انخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات الليل بيكون خلال ساعات الليل الطقس ما بين البارد إلى شديد البرودة على أغلب مناطق الجمهورية وبالتالي بننصح المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات النهار لكن خلال ساعات الليل طبعا بننصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة متى تتوقعون أن يكون هناك استقرار في أحوال الطقس؟ هل مثلا فيها على السبوع القادم أو متى تحت؟ بالنسبة لفصل الشتاء عموما هو معروف بأنه فصل تسلسل وتتابع المنخفضات الجوية على جمهورية مصر العربية بتبدأ المنخفضات الجوية كما تشير الخرائط أمامنا إلى دخول هذه المنخفضات الجوية من الجانب الغربي ثم تستمر في المرورة على جمهورية مصر العربية حتى تخرج إلى الجانب الشرقي من الجمهورية مرورا إلى بلاد الشام وشمال شبه الجزيرة العربية هذا هو الأمر المعتاد خلال فصل الشتاء في مصر بعد مرور المنخفض الجوي بيتبعه مرتفع جوي وبالتالي انخفاض في درجات الحرارة مع أمطار مع حالة جوية غير مستقرة بيعقوبها بعد ذلك استقرار في الأحوال الجوية حالة من الدفء وزيادة في فترات سطوع عشعة الشمس هكذا حتى نهاية فصل الشتاء بإذن الله دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لها العمل إرصاد الجوية شكرا جزيلا لحضرتك وكما شهدنا ريهام وزملاء في الاستوديو على المواطنين الاستمرار في ارتداء الملابس الفقيلة حتى لو كانت الشمس ساطع أو كان هناك إحساس أو شعور بالدفء خاصة في أوقات الظاهرة عليكم زملائي فلسطين أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري على هذه التغطية شكرا جزيلا